اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم من الواضحات القرآنية أن الهداية والإضلال إنما هما من الله عز وجل فالله عز وجل يهدي بعض الناس ويضل على البعض الآخر فكل هداية إنما هي من الله وكل إضلال إنما هو من الله عز وجل وأشارت آيات كثيرة من القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة طبعا من الواضح أنه ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى القرآن نظرة متكاملة لا ينظر إلى القرآن نظرة متجزئة ينظر بعضا ويترك البعض الآخر يعبد الله عز وجل على حرف أي على طرف الشيء الذي هو في صالحه أو الشيء الذي يفهمه يقبله والشيء الذي ليس في صالحه أو لا يفهمه يرفضه هذه حالة مرفوضة من القرآن الكريم والله عز وجل ذم هذه الحالة واعتبرها إيمانا ببعض الكتاب وكفرا بالبعض الآخر إذا أردنا أن نعرف حقيقة الهداية الإلهية أو الإضلال الذي هو من قبل الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا أن ننظر إلى القرآن بنظرة متكاملة وننظر إلى جميع الآيات التي وردت في الهداية والظلال أو في الهداية والإضلال لأنه لو نظرنا إلى بعض الآيات لوصلنا إلى نتائج خاطئة فيكون المثل كمثل الذي ينظر إلى كلمة لا إله ولا ينظر إلى كلمة إلا الله كما أن هذا في الآية الواحدة صحيح بحيث أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الآية الواحدة نظرة متكاملة لا أن ينظر بعضها ويترك البعض الآخر كذلك بالنسبة إلى مختلف الآيات القرآنية سواء كانت آيات متسلسلة كما في قوله تعالى فويل للمصلين هذه الآية الأولى ثم في الآية الثانية أو في الآية الثانية يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون ويكمل الآية بآيات أخرى هاتان آيتان تكمل إحداهما الأخرى كذلك في الآيات غير المتسلسلة في مكان واحد لعل هناك آية في أول القرآن تفسر آية في آخره أو آية في وسط القرآن تفسر آية في أوله أو في آخره فينبغي علينا أن ننظر إلى القرآن نظرة متكاملة لا نظرة متجزئة ولا نظرة حرفية حسب تعبير القرآن الكريم حتى لا تكون عبادة الله عز وجل على حرف بعد هذا البيان نأتي إلى قوله تعالى حيث يقول في آيات متعددة من القرآن إن الإضلال والهداية من الله عز وجل كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فجعل الهداية الهداية بيد الله عز وجل أو في آية أخرى يقول أظله الله جعل الإضلال من قبل الله عز وجل وكانت هذه المسألة أي النظر المتجزئ إلى القرآن في هذه الآيات المباركات سببا لانحراف كثيرا من الناس حيث قالوا بالجبر طبعا بعض حكام الجور حينما كانوا يريدون الوصول إلى مآربهم وكانوا يريدون من الناس أن لا يتحركوا ضدهم وكانوا يريدون من الناس أن يرضوا بالأمر الواقع حتى إذا كان هذا الأمر مما لا يرضى به الله سبحانه وتعالى وكان خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كانوا يريدون ذلك أو كانوا بعبارة أخرى يريدون تخدير الناس بحيث لا ينشغل الناس بالتفكير في ظلم الحاكم ومخالفته لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله هؤلاء الحكام حكام الجور نشروا فكرة الجبر بين المسلمين بحيث أنه قالوا أن القرآن الكريم يدل على الجبر الهداية من الله عز وجل فالمهتدي هو مجبور على هذه الهداية والإضلال من الله عز وجل فالضل مجبور بالضلال ولا يتمكن الإنسان من أن يعارض إرادة الله عز وجل قطعاً فنشروا فكرة الجبر بين المسلمين ولا زال الكثير يعتقد بالجبر تأثيراً بما رسمه له حكام الجور لكن نحن إذا نظرنا نظرة متكاملة إلى القرآن نجد أن الهداية هي من الله عز وجل ولكن لا يسلب هذا الأمر اختيار الإنسان بحيث أن الإنسان يتمكن من أن يوجد أسباب هذه الهداية والإضلال من الله عز وجل ولكن أسبابه بيد الإنسان بحيث أن الإنسان هو الذي يهيئ لكي يضله الله عز وجل وإذا نحن لاحظنا آيات قرآنية مختلفة في هذا المجال نجد أن القرآن الكريم يركز على أمر مهم وهذا الأمر المهم هو أن الإنسان إذا له قدره وإذا له حركة وإذا له مشيئة وإذا له أي تصرف من التصرفات فليس هذا الإنسان يتصرف هذه التصرفات باستقلاله وإنما هذه بقدرات أعطاها الله عز وجل لهذا الإنسان أو لأسباب هيئها الله عز وجل لهذا الإنسان فأولا وبالذات كل قدرة للإنسان ليست من ذاته حتى لا يغتر الإنسان ويظن أن كل شيء عنده فإنما هو من عند نفسه وكما قال قارون أوتيته على علم يتصور أن ما أوتي من مال إنما هو بفعله وبإرادته خارجا عن قدرة الله عز وجل وعن مملكته سبحانه وتعالى هذه النقطة يريد أن يركز عليها القرآن الكريم لكي يعلمها كل إنسان يعلم أنه لا شيء في هذا الكون خارج عن إرادة الله عز وجل كل شيء في هذا الكون إنما هو تحت قدرة الله عز وجل وإذا الإنسان له قدرة وحركة وإرادة فإنما هذه القدرة وإن هذه الإرادة وهذه المشيئة وهذه الحركة إنما هي حبوة من الله عز وجل لهذا الإنسان وكما يقول في القرآن الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني الله عز وجل شاء وأراد أن يعطي الإنسان الإرادة فإذا الإنسان له إرادة ليست إرادته من صنع نفسه وإنما بحبوة من الله عز وجل لهذا الإنسان حيث جعله مريدا ويشاء هذا الإنسان ما يريد فهذه النقطة القرآن الكريم يركز عليها دائما يريد أن يقول لك أيها الإنسان لا تغتر إذا لك شيء فإنما هذا الشيء إنما هو من الله عز وجل هذه النقطة الأولى ثم بعد ذلك القرآن يبين أنه هناك في هذا الكون أسباب ومسببات هذه الأسباب والمسببات هو الله عز وجل جعل السببية فيها يعني مثلا إذا النار تحرق الله عز وجل هو الذي جعل النار محرقة ولذا حينما يشاء الله عز وجل سلب هذا الإحراق من النار النار لا تحرق كما في قضية إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام في قضية إبراهيم الله عز وجل سلب هذا الإحراق من النار يعني أسقط النار من سببيتها للإحراق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فإذا هناك أسباب في هذا الكون إنما جعل السببية فيها الذي جعل السببية فيها هو الله عز وجل فهناك كثير من الأمور نحن نجد أن أشياء تكون أسباب وعلل وأشياء أخرى مسببات ومعلولات السببية والمسببية إنما هو كان بجعل من الله عز وجل وهكذا الهداية الهداية الله عز وجل جعلها ولكن هذه الهداية لها أسبابها وهذه الأسباب تحت قدرة الإنسان وتحت إرادة الإنسان بحيث أن الإنسان إذا هيئ هذه الأسباب يصل إلى المسبب الذي هو الهداية من الله عز وجل وإذا لم يهيئ تلك الأسباب لا يصل إلى المسبب الذي هو بجعل من الله عز وجل كمن يريد الولد مثلا الذي يخلق ليس هو الإنسان وإنما الذي يخلق هو الله عز وجل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الله عز وجل هو الذي يخلق الجنين والطفل ولكن يجعل سببا لهذا الخلق ويقول للإنسان إذا أردت أن ترزق بولد وأن يخلق الله عز وجل هذا الولد لك فعليك بالزواج ليس الإنسان هو الخالق الله عز وجل يخلق ولكن جعل لهذا الخلق في هذا المورد سببا هو سبب طبيعي يعبر عنه بالزواج كذلك هذا المثال ذكرناه لتقريب الأمر إلى الذهن كذلك في مسألة الهداية الهداية من الله عز وجل كما أن خلق الجنين من الله عز وجل وخلق الطفل من الله عز وجل ولكن جعل لهذه الهداية سببا كما جعل لخلق الجنين والطفل سببا وهذه الهداية الله عز وجل جعل لها أسباب وبيّن هذه الأسباب في القرآن الكريم وقال للإنسان أيها الإنسان إذا اتخذت سبب الهداية الله عز وجل يهديك وإذا اتخذت سبب الضلال الله عز وجل يظلك كما نمثل مثالا آخر إذا الإنسان ألقى نفسه من شاهق من مكان مرتفع فإن هذا الإنسان الجاذبية تجذبه ويصطدم بالأرض وهذه الصدمة تؤثر أثرها من كسر عظام أو موت أو ما إلى ذلك الجاذبية الله عز وجل جعلها وهذا القانون الله هو الذي جعله وإذا الإنسان مات بهذا العمل إنما قبض روحه بأمر الله عز وجل ولكن الله عز وجل هذا السبب بينه تكوينا للإنسان وبحيث أن الإنسان إذا ارتكب هذا السبب يصل إلى هذه النتيجة الهداية والإضلال كذلك الله عز وجل بيّن للإنسان في القرآن الكريم أن الهداية والإضلال منه ولكن الأسباب يمكن للإنسان أن يسير في أسباب الهداية فيصل إلى الهداية ويمكن أن يسير إلى في أسباب الظلال فيصل إلى الظلال مثلا الله عز وجل في القرآن يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين يعني الإنسان الظالم الله لا يهديه معنى ذلك شنو هو؟ معنى ذلك هو أن الظلم سبب لعدم الهداية الإنسان إذا ارتكب ظلما هذا سبب يؤدي إلى عدم الهداية في آية أخرى الله عز وجل لا يهدي الفاسقين يعني الفسق والمروق عن طاعة الله عز وجل ومخالفة أوامره تؤدي إلى عدم الهداية أو إلى الظلال كما الله عز وجل في آية أخرى يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله يعني العمل السيء كالظلم مثلا أو الفسق وما إلى ذلك من أعمال سيئة محرمة هذه أسباب تؤدي إلى الظلال الذي يساوق التكذيب بآيات الله عز وجل وجحد تلك الآيات وكذلك الهداية الآية التي تلوناها في أول كلامنا الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يعني هذه الهداية ما جاءت عبثا ولا جاءت من غير استحقاق لهذا الإنسان وإنما جاءت بسبب إيمانه يعني الخطوة الأولى خطاها بشكل صحيح الذي هو الإيمان وخطأ الخطوة الثانية بشكل صحيح وهو العمل الصالح فالله عز وجل يهدي هذا الإنسان بسبب إيمانه لأنه مؤمن الله عز وجل يواصل هداية هذا الإنسان لأن الإنسان في كل لحظة معرض للضلال ولذا دائما نقرأ إحدنا الصراط المستقيم حتى نتواصل على هذا الصراط المستقيم والله عز وجل يواصل هدايته لنا فنكرر هذه الآية كل يوم مرات متعددة في الصلاة الواجبة لماذا؟ لأن الإنسان بحاجة إلى هداية في كل لحظة وفي كل آن ولكن الله عز وجل يهدينا إلى الصراط المستقيم وبين السبب الذي هو الإيمان فنحن نلخص بحثنا في هذا اليوم في هذه الكلمة أن الله عز وجل لا يظلم العباد ولا يهدي إنسان عبثا ولا يظل إنسان آخر عبثا وإنما الله عز وجل يبين للإنسان أسباب الهداية وأسباب الضلال فإذا ارتكب أسباب الضلال الله عز وجل يوجد المسبب الذي هو الإضلال وإذا فعل أسباب الهداية الله عز وجل يوجد سبب يوجد الهداية بسبب فعل هذا الإنسان لأسباب الهداية فكل شيء في هذا الكون بإذن الله عز وجل وبمشيئته والله عز وجل لا يخرج الإنسان من مملكته ومن قدرته وحتى إذا الإنسان له أي شيء فإن هذه الأشياء كلها من الله عز وجل غاية الأمر إن الله عز وجل بيّن الأسباب من لطفه بالإنسان بيّن هذه الأسباب التي توصل الإنسان إلى النتيجة المرجوة نحن في حياتنا نشاهد كثيرا من الناس كانوا ظاهري الصلاح ولكن هؤلاء بعد فترة نجدهم انحرفوا لماذا؟ وبالعكس نجد أفراد غير ظاهري الصلاح ولكن بعد فترة احتدوا لماذا ذاك ظل وهذا احتدى؟ ذاك ظل لأن الإضلال جاء من الله عز وجل بفعل نفس هذا الإنسان لعله عمل أعمالا أدت إلى إضلاله وذاك عمل عملا أدى ذلك العمل إلى توفيقه بالتوبة والهداية نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نفعل أسباب الهداية حتى يهدينا وأن نبتعد من أسباب الظلال حتى لا نظل هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر